موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحاب المكرمين أيها الأحباب يقول الله سعال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تبطقون ويبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه ويقول لهم أتاكم رمضان سيد الشهور شهر رمضان نحن نرى إنه عبارة عن مدرسة ربانية تفتح أبوابها لمدة شهر مرة واحدة في العام لمدة 29 يوم أو 30 يوم حسب الرؤية هذه المدرسة سيدها قائدها هو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلوات رب عليه الأساتسة في هذه المدرسة هم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم هذه المدرسة لها مواد أساسية المواد الأساسية هي الصيام صلاة التراويح مدارسة القرآن الصدقة هناك مادة خامسة ولكنها اختيارية وهي العمراء طيب خلال هذا الشهر ما ستفعل؟ أنت في النهار في اختبار صعب لمدة حوالي 14 ساعة أنت تتشبه في النهار بالملائكة لا تأكل لا تشرب لا تتناسل هنا تشبيه كامل بالملائكية ماذا يحدث هنا؟ لدينا النفس عبارة عن روح وجسد أثناء النهار أنت تكسر مديات البشرية فتضمحل لديك الشهوات بجميع أنواع شهوة الرئاسة، شهوة السلطة، شهوة التسلط، شهوة الغنى، شهوة المال شهوة كل الشهوات المادية هنا تضمحل تنزل وتبقى الروحانية الروح تبقى جاهزة لكي تتلقى ماذا؟ تتلقى العطاء الرباني في أثناء صلاة التراويح التي سنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات سنة مؤكدة أو 20 ركعة كما سنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو 36 ركعة كما سنها عمر بن عبد العزيز رضوان الله على الصحابة الرسول لله جميعا إذن في الليل هنا الروح تكون جاهزة لكي تتلقى العطاء الرباني الروحانيات الروحانيات تهبط من الله سبحانه وتعالى هناك منحنة رباني عجيب أنت في الصيام تكسر الشهوات فينزل المنحنة منحنة الشهوات ينزل وتصعد يصعد منحنة تقبل الروحانيات ماذا يحدثتنا الصلاة؟ الصلاة هي صلتك بينك وبين ملك الملوك صلة خمس مرات في اليوم ولكن في ليالي رمضان حتى تتلقى العطاء الرباني الروح تكون صافية بعد صيام النهار تكون جاهزة عشان تتلقى العطاء الرباني مهما قلنا من العطاء الرباني إنك تحس بالصلاة إنك ارتحت بعد الصلاة إن جسمك ذاته ارتاح بعد الصلاة روحك أخذت عطاء رباني تشبعت ووصلت إلى مراحل من السمو مرتقية ورغم ذلك العطاء من منه العطاء من الله رب العالمين الله غيبا وعطاء الغيب غيبا مهما قلنا فإن هناك عطاءات ربانية لا يعلمها إلا الله ولا تشعر بقيمتها ولا تعرف مكانتها إلا يوم القيامة حيث الميزان فتفقل لك ميزان حسناتك الصيام مفروض تكون فيه كالملائكة بالنهار ما تتزهج كم شايفين حاجات غريبة جدا بتحصل يا أخي أنا صايم خلنانا صايم تعطي المصالح الناس عشان أنت صايم دماغ صيام إذا أنت ما عندك روح معنى الصيام الصيام سمو ارتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان يعني أجود من الريح المرسلة أجود من الريح المرسلة ما معناها زي ما الناس بفاكرة إنه عطاء خير يعطي صدقات يعطي كده الريح الريح المرسلة ريح مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ البشرية اللي بيعلمنا كيف نسمو مع الناس كيف نتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان يبتسم أنت كذلك تؤدي عملك أثناء ما أنت صايم وأنت مبتسم وأنت قابل على الله يا أخي أنت في معية الله بتتشبه بالملائكة أنت في صيام عارف صيام صيام مدرسة مدرسة عليك بالمواد الصيام مادة رئيسية تسمو فيها بأخلاقك تسمو فيها بمعاملتك مع الناس تسمو بها مع معاملتك مع زوجتك مع أولادك مع أمك مع أبوك مع جيرانك مع خلق الله مهما كانوا مسلم وغير مسلم لأن ربنا خلقهم جميعا مسلمين وغير مسلمين والله تعالى في حقوقيات الربوبية يتعامل مع الكل لا يتعامل مع المؤمن ولا يتعامل مع الكافر باختلاف أنت كذلك في الصيام لا تتعامل مع أي حد باختلاف تعامل بالمعاملات المحمدية بالسمو النبوي حاول قدر ما تقدر ما في حاجة صعبة إلجأ إلى الله لا ملجى ولا منجى منك يا الله إلا إليك وفقني لصيام ترضاه يا رب العالمين خلدي في نيتك خلد دعاءك داخل مع الله خلدي نيتك صافية مع الله أيها الزوجة في بيتك أعطي حقوق البيت وانت صائمة ما تتزهج على أولاد ما تتنرفز عليهم أيها الأبناء عليكم بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان طفلا يتيما رغم أنه فقد كل شيء إلا أنه كان أستاذ أستاذ البشرية وطبيب البشرية أستاذ في جميع المعاملات صيامكم كما قال أحد الأساتسة في المدرسة الربانية لرمضان وهو سيدنا جابر عليه السلام لا يكون يوم فطرك كيوم صومك شايف كيف يوم فطرك خلي تحاجة تانية يوم صيامك ده خلي مختلف تماما خلي راقي ارقف معاملاتك ارتقي بأخلاقك ارتقي بالسمو ارتقي بالمعاملات معاملاتك وانت صائم لازم تكون متشبهة بالملائكة انت زي ما قلنا زيهم لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل طيب الناقص شنو المعاملات تكون ملائكية الملائكة لا تحزن لا تغضب لا تتنرفز خليك طويل البال انت صائم انت ملائكي اذا فعل هذه المعاملات الملائكية فعلها في حياتك اليومية اجعل سموك هو يوم صيامك معاملاتك كلها اتقن عملك اتقن عملك اكتر بما انت فاطر لانك تتشبه بالملائكة تتشبه بالسمو الصفاء العلوم ارتقي دائما وانت صائم في معاملاتك هو عشان كده لازم نعطفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله واشكركم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة